برعاية سمو الشيخ سلمان من خليفة الخليفة سمو مستشار سمو رئيس الوزراء فتح اليوم منتدى الدانا بيركسون بعنوان البحرين المحور الدكي لربط الاستثمارات بين الخليج والعالم يناقش المنتدى الفرص الاستثمارية في مملكة البحرين ودول الخليج العربي وربطها بخارطة التجارة العالمية سعيا إلى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة التفاصيل في سياق التقرير التالي من أجل تعريف البحرين كوجهة اقتصادية بارزة ناقش متدى الدانا بيركسون الذي جاء بعنوان البحرين المحور الذكي لربط الاستثمارات بين الخليج والعالم تسويق مملكة البحرين والترويج لها واستعراض الفرص الاستثمارية كسوق جاذبة للاستثمارات وملائمة لمختلف أنواع النشاطات التجارية التي تعزز من تواجر البحرين في خارطة التجارة الدولية هذه الفعالية هي سابع فعالية لنا وطبعا شيء مهم لنا عندنا ضيوف من برعيين تقريبا 20 شركة أجنبية وأول مرة ينزلون البحرين حتى على دول مجلس التعاون فأعتقد فرصة لنا أن نجذب استثماراتنا ونعرفهم على عاداتنا وتقاليدنا هذه الفعالية مهمة للبحرين لأنها تضع البحرين في الخريطة أكثر من ذي قبل لدينا أكثر من 20 متحدثا من دول مختلفة لم يسبق لهم التواجد في الخليج سنريهم أن البحرين تعد أحد أركان هذه المنطقة تجاريا وثقافيا ولطالما كانت المحور لجميع الثقافات ومركزا مفتوحا للتجارة ويشهد المنتدى مشاركة عدد من المتحدثين العالميين والخبراء لمناقشة العديد من المواضيع بينها مستقبل الاقتصاد في مملكة البحرين ودول الخليج العربي بالإضافة إلى منقشة القطاعات الاقتصادية الهامة مثل قطاع العقاري والأسهم الخاصة والزراعة المستدامة كما يركز المنتدى على تعريف المستثمرين المشاركين بالمؤتمر بأوجه الاستثمار في البحرين ودول الخليج العربي لتعزيز استقطاب البحرين لرؤوس الأمال والاستثمارات تكمن مشاركتنا اليوم في هذا المؤتمر الذي نحس أنه من أهم المؤتمرات التي تعقد في مملكة البحرين في هذه السنة لجذب الاستثمارات الواعدة لمملكة البحرين على أساس أنها تدعم عجلة النمو في مملكة البحرين وفي نفس الوقت تكون المملكة البحرين هي المركز الاستثماري الذي ينطلق فيه الاستثمار النوعي ومفهوم الاقتصاد المعرفي على مستوى الخليج العربي للشركات التي جاءت من الخارج نحاول أن نساعدهم وقدم لهم الهلول حيث أنهم يوسعون مجالاتهم الاستثمارية سواء تكون في البحرين أو في الخليج وأكد رجال الأعمال المشاركون في المنتدى ضرورة الاطلاع على الفرص الاستثمارية وتزود بمعلومات عن الأسواق الخليجية لفتح أوجه التعاون مع شركات جديدة في المنطقة أعتقد أنه من المثير للاهتمام الالتقاء بالمستثمرين هنا في البحرين بسبب الكثير من المشاريع القائمة بين أوروبا والبحرين وبالتحديد المشاريع الإبداعية في التكنولوجيا والرعاية الصحية كذلك سأتكفل بالحديث عن الفرص الاستثمارية في الأسهم الخاصة لدول الخليج العربي والبحرين بالتحديد عقل مثل هذه المؤتمرات المتخصصة بالمجال الاقتصادي التي يتم فيها التركيز على البنية التحتية والصناعية التي تتمتع بها مملكة البحرين تعتبر أهمية قصوى لتنميع المصادر الاقتصادية للمملكة وفتح أفاق التعاون بين دول المجلس التعاون الخليجي كسوق مشتركة فرص استثمارية هائلة تقدمها مملكة البحرين كاقتصاد واعد ومثمر جعلتها بوابة تستقطب الباحثين عن الفرص الواعدة أحمد البلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين